دشن منتدى أحور الثقافي الاجتماعي بمحافظة أبيان برامج أنشطته العيدية بإقامة مهرجان الألعاب الشعبية الذي احتضناه ملعب فريق الهلال الرياضي في حفل جماهيري بهيج وقد شارك في فعاليات المهرجان الشعبي العديد من شباب مديرية أحور بشكل فردي وجماعي وتنوعت الألعاب الشعبية في المهرجان إلى جانب الألعاب الترفيهية والميدانية والحركية وأسط تفاعل جماهيري كبير في أجواء عيدية فرائحية وممتعة وفي ختام المهرجان تم تكريم الفائزين بالألعاب الشعبية واللجان المنظمة للمهرجان